إيران توعدت العنق الإسرائيلي بالانتقام مرة أخرى وهذا الانتقام هذه المرة يأتي من أجل الرد على ما جرى للسفير الإيراني في بيروت الذي كان يحمل أحدى أجهزة البيجر الخاصة بحزب الله اللبناني انفجر هذا الجهاز بوجهه الأمر الذي أدى إلى فقدانه لعين واحدة إصابة العين الأخرى لم يعد قادرا على الرؤية والإصابة كانت شديدة للغاية إلى درجة إلى أنه نقل إلى إيران مباشرة ووكالة رويترز كانت قد تحدثت عن المزيد من التفاصيل كما ترون اليوم عن طبيعة كيفية قامت إسرائيل بتنفيذ هذه العملية وأكدت وكالة رويترز وأشارت إلى الوحدة 8200 الاستخبارية السرية للغاية لدى إسرائيل بأنها هي التي نفذت هذه العملية ولعبت دورا كبيرا فيما جرى من عملية تفخيخ هذه الأجهزة قبل إرسالها نيويورك تايمز ومصادر غربية أخرى وأكدت بأن إسرائيل أسست شركة أوروبية في هنغاريا وهذه الشركة ببساطة تصنع هذه الأجهزة تحت براند تايواني كما تلاحظون وهو جولد أبولو وقاموا ببيعها مباشرة لحزب الله اللبناني لا بل إن واحدة من المواصفات المهمة التي تم العمل عليها من قبل إسرائيل في تصميم هذا الجهاز الذي ترونه أمامكم هو جعله يصدر نوعا ما قبل الانفجار نوع من صوت المنبه لمدة عشر ثواني وبعد ذلك ينفجر وذلك من أجل جعل المقاتل أو العنصر الموجود في حزب الله اللبناني عندما يسمع هذا المنبه يرفع الجهاز يلقي نظرة على الجهاز وبعد ذلك ينفجر بوجهه مما يؤدي إلى ضرر مباشر في العينين قد يؤدي إلى الوفا ولكن الأهم هو يضرب العينين والمقاتل من دون قدرة على الرؤية ومن دون العيون هو غير قادر وهو غير مفيد نهائيا حتى عنصر المخابرات أو الاستخبارات أو أي عنصر أمني بالنسبة له طبعا البصر هي مسألة مهمة وهذا هو كان الهدف الأساسي من عملية تصميم هذا الجهاز وعلى سبيل المثال ترى هنا من هذا المقطع المصور أحدى المقاطع الشهيرة التي ظهر فيها أحد عناصر حزب الله اللبناني وهو يتسوق كان طبيعيا ولكن بعد ذلك فجأة بدأ ينظر إلى الجهاز الخاص به لأن المنبه بدأ يصدر صوتا لمدة عشر ثواني وبعد ذلك انفجر بوجهه وهذا هو بالضبط على ما يبدو الذي جرى مع السفير الإيراني الأمر الذي أغضب إيران كثيرا وجعل السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة يرسل رسالة لمجلس الأمن الدولي وللأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرس وذكر بهذه الرسالة الآتي تحتفظ إيران بحقوقها بموجب القانون الدولي في اتخاذ التدابير اللازمة التي تعتبر ضرورية للرد على مثل هذه الجريمة الشنيعة والانتهاك وهذا نفس الحديث ونفس الخطاب الذي اتبعته إيران سابقا عندما ضربت القنصلية الإيرانية وبعدها قاموا بما قاموا به في شهر أبريل وهذا يعود بسبب أن هذا السفير الإيراني هو يمثل السيادة الإيرانية في لبنان مثله مثل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق كما ذكرنا قبل قليل والتي ضربتها إسرائيل وبعدها إيران قامت بتنفيذ عملية الوعدة الصادق بالطائرات المسيرة وبالصواريخ الباليستية على العمق الإسرائيلي والمشكلة هنا وما يزيد الطيم بل هو ما نقل من عدد من الأوساط المهمة مثل أوسن ديفندر الذي أكد بأن عمليات التفجير التي طالت أجهزة البيجرز والأجهزة اللاسلكية هو أنها أدت إلى مقتل 19 عنصرا من الحرس الثورية الإيراني وإصابة 150 آخرين في سوريا تحديدا أي أن هناك إصابات جرحة وقتلة بين عناصر الحرس الثورية الإيراني وحتى هذه اللحظة إيران لم تنتقم لإسماعيل هنية وهناك فشل وأخفاق كبير من قبل الجانب الإيراني في مسألة الانتقام لإسماعيل هنية وها هو سفيرها مصاب في لبنان وخاصة أن الشمبت اليوم جهاز الأمن الإسرائيلي المعروف كان قد كشف عن عملية اختيار كانت تخطط لها إيران من أجل الانتقام لإسماعيل هنية وهذه العملية التي كانت تخطط لها هي تستهدف بشكل مباشر حياة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو وزير الدفاع الإسرائيلي أو حتى رئيس الشمبت أو نفطالي بنتس رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أو مسؤولين آخرين لم يحددهم جهاز الشمبت كانوا هؤلاء أهدافا بالنسبة لإيران حيث ذكر هذا التقرير تحديدا أو ذكر الشمبت لجروزولم بوست والتايمس أو في إزرائيل أن الحركة والتحرك الإيراني جاء باتجاه أحد التجار الإسرائيليين الذين كانوا أو كانوا يعملون أساسا في تركيا يتواصل مع تجار إيرانيين وتجار أتراك ودعوه إلى إيران ذهب إلى إيران وقاموا باجتماعات وعقدوا اجتماعات معه لمرتين أو حتى أكثر من مرتين وعرضوا عليه المال وهو طلب أساس مليون دولار من أجل تنفيذ مهام لمساعدتهم في عمليات الاغتيال لهذه الشخصيات المهمة واحدة من المهام التي طلبت منه هو التقاط صور في داخل إسرائيل لمواقع حساسة وذلك لكي تزيد من رصيد بنك الأهداف الخاص بأجانب الإيراني في حالة إن إيران أرادت ضرب إسرائيل مرة أخرى هي ستمترك معلومات أدق بطبيعة التفاصيل الحساسة الموجودة في إسرائيل خاصة وأن الأقمار الصناعية قد أوقفت عمليات التحديث الآن على الأقل في هذه الفترة التي نتحدث عنها كذلك طلبوا منه من تحويل أحد عناصر الموساد إلى عميل مزدوج أي يعمل أيضا لصالح إيران وكذلك هم عملوا على مسألة أخرى مهمة ألا وهي تجنيد الأمريكيين وتجنيد الروس وذلك من أجل تنفيذ عمليات ضد العناصر المعارضة للنظام الإيراني في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ مثل هذه العمليات بالتالي كان هناك اتفاقا كبيرا مع هذا التاجر الإسرائيلي ولكن إسرائيل كانت تراقب كل شيء وها هو وقد تم إلقاء القبض عليه وكشف الشمبت لهذه التفاصيل ويأتي بعد يومين فقط من ضبطهم لعبوة مفخخة بهذه الطريقة في داخل إسرائيل قال الشمبت بأن حزب الله اللبناني هو كان خلف هذه المسألة وكان الحزب الله يخطط للانتقام لفؤاد شكر من خلال اغتيال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشي يعلون الذي ترونه أمامكم لكن مرة أخرى لم ينجحوا لكن بعد ضبطهم لهذه العبوة طبعا حدثت كل التفجيرات الغريبة والمفاجئة للغاية والتي تعتبر ضربة كبيرة بالنسبة لحزب الله اللبناني وبدأت تتصاعد الأمور بالدرجة التي نتحدث عنها بالتالي إيران لا يبدو بأنها ناجحة حتى هذه اللحظة في أي عملية انتقام وقد تكون مسألة إصابة السفير الإيراني في بيروت لها علامات خطيرة ولها إشارات خطيرة حول ما ممكن أن يكون قادما خاصة وأن حزب الله الآن تحت النار وإسرائيل تزيد من ضرباتها في داخل لبنان وترى هنا استهدافا باتجاه ميسة جبل على سبيل المثال نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية عددا من الاستهدافات للنقاط الحدودية في لبنان نتحدث عن عيترون أو عيت الشعب أو حتى كفر كلا والخيام وغيرها من هذه المناطق الحدودية تضرب كل النقاط ومستودعات الأسلحة ونقاط المراقبة وعمليات التواجد والتحشيدات الخاصة بحزب الله اللبناني من أجل أضعافهم قدر الإمكان كذلك كانت هناك لقطات نشرت في الأربعة وعشرين ساعة الماضية للدبابات الإسرائيلية وهي تتحرك وتتحشد بحسب نور جولان بحسب عدد من المصادر أظهروا هذه الدبابات التي أكدت كل هذه المصادر بأنها دبابات إسرائيلية تستعد وبدأت بالانتقال إلى المنطقة الشمالية وشمال إسرائيل من أجل الإعداد لهجوم بريا على حزب الله اللبناني في جنوب لبنان وهذه التحركات الإسرائيلية هي تأتي بعدما قرر مجلس الأمن الإسرائيلي كما تلاحظون بتفويض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنيهو ووزير الدفاع بتوسيع العمليات الدفاعية وكذلك الهجومية أيضا في نفس الوقت بالإضافة إلى ذلك لأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هلتسي هاليفي كان أيضا متواجدا في شمال إسرائيل اجتمع بقائد قيادة المنطقة الشمالية اللواء أوري جوردن وألقى نظرة على طبيعة الخطط الموضوعة للقيام بهذه العملية البرية وقام بالمصادقة على جميع هذه الخطط وبدأت الأمور تتطور بشكل خطير وهذه توضح بالنسبة لأجانب الإسرائيلي بأنه يعد بشكل واضح لعملية التقدم خاصة بالعمليات التي طالت هذه الاستهدافات باتجاه أجهزة اللاسلكي أو البيجر أو غيرها ولا بد هنا من الانتباه إلى مسألة مهمة إلى أن يدعوت أحرنوت ذكرت بأن من بين المصابين هم ليسوا فقط عناصر حزب الله أو الحرس الثوري لا أبدا بل هناك عناصر آخرين من قوات الرضوان الذين انسحبوا جميع قوات الرضوان قد انسحبت بحسب ما تحدث عنه قائد القيادة المنطقة الشمالية إلى الشمال وابتعدوا تماما عن هذه المنطقة الحدودية مع إسرائيل كان بعضهم يحمل هذه الأجهزة وانفجرت هذه الأجهزة عليهم وأدى إلى العديد من القتلى وجانب الإسرائيلي أكد بأن حتى هذه اللحظة منذ الثامن من أكتوبر حتى يومنا هذا مع العمليات التفجيرية الخطيرة هناك ألف مقاتل من مقاتلي الرضوان قد قتلوا بالإضافة إلى كل الأضرار التي تعرض لها عناصر حزب الله اللبناني بالتالي يبدو واضحا جدا هنا بأن إسرائيل شيئا فشيئا أصبحت مستعدة بشكل أكبر لتنفيذ عملية كبيرة على عمق لبنان من أجل أبعاد حزب الله اللبناني خلف النهر الليطاني ولكن السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني اليوم كان في خطاب تحدى تماما إسرائيل وتوعدهم بأنهم سيستمرون بعملياتهم باتجاه إسرائيل وشمال إسرائيل اشتركوا في القناة